مولانا نعم أنا أستاء جدا لما لاقي الناس بتعتبر أنه فضح بعضها البعض والتشهير ببعضها البعض وكأنه يعني شكل من أشكال المكاشفة المصارحة المناقشة أو كأنه حديث اجتماعي عادي هل ده عادي؟ هل ده مقبول؟ طب هل ده محرم؟ التشهير ده نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا في التشريع الإسلامي اسمها جناية التشهير جناية أيوة وليست جنحة لا ولذلك لها عقوبة دنيوية وأخرى أخروية يعني لها عقوبتان عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة التشهير معناه أو تعريفه أو مدلوله إذاعة السوء عن الناس طبعا سيادتك سألتني عن الحكم تشهير الناس بعضهم ببعض بذكر عيوبهم أو التنقص منهم حرام شرعا قولا واحدا خاصة إذا كان المشهر به بريئا مما يشع عنه وحينما نستقرأ أو نقرأ القرآن الكريم هنجد أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآدت 19 من سورة النور والله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب والذين يؤذون خوالك من العبارة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به يعني اللي يريد أن يشهر للناس وأيضا في حديث أن النبي عليه السلام قال أيما رجل أشاع على رجل طبعا الرجل بريء عبارة أو كلمة ليشينوا يعني يعيبوا وهو منها بريء كان حقا على الله تعالى أن يرميها أن يرميه اللي هو البشاهر ده بها بسبب هذه الكلمة اللي فيها تنقيص في النار حتى سيدي الإعلام الواعد أستاذ يوسف الحسين ربنا يبارك فيك حتى العلماء قالوا ويحرم أن يشهر الإنسان بنفسه يعني هب أن إنسانا ارتكب مخالفا وستراه الله سبحانه وتعالى يحرم على هذا الإنسان أن يشهر بنفسه والنبي عليه السلام يعني حذر من ذلك قال إن إنسان ارتكب قذورا من القذورات إلي عفوا المحذورات الممنوعات المحرمات إلى آخره وقد ستره الله عز وجل ثم يصبح يقول يا فلان يا فلان لقد عملت البارحة كذا وكذا وكذا فيكشف ستر الله تعالى عنه وده هنسميها في إيه بقى لأن أحييك على اختيارك لهذا وطرق من الأعداد هنسميه المجاهرة أو مجاهرة بالإثم أحسن أو بالمعصية اللي ينور عليك يعني ومن الإجهار هو اللي ضربنا به المثل شوف النبع السلامي الأول بيقوله كل أمتي معافود ده لطف الله وكرم الله ورحمة الله وشفقة الله كل أمتي معافود إلا المجاهرون وإن من الإجهار أن رجلا يعمل عملا مثلا بالليل أو بالنهار المؤمن عمل سري وقد ستره الله عز وجل فيقول للناس لقد فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ويكشف ستر الله تعالى عنه ولذلك يعني ماعز رضي الله عنه إما ارتكب جريمة الزنا الفحشاء المهم رح لسهدنا وبكر عليه رضوانا الله وقوله يا أبا بكر أنا فعلت كذا قاله هل رأك أحد لا قال لا قال ستر بستر الله لم تطب نفسه رح لسهدنا عمر سبحان الله زورياتهم بعضهم من بعض قال أنا فعلت كذا هل رأك أحد يا ماعز قال قال إذن استتر بستر الله قريبه بقى اللي أوعز إليه قال له أخشى أن ينزل فيك الله قرآنا فذهب للنبي والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه أربع مرات يعني ماعز بيعترف أربع مرات جاء من على اليمين واليسار واليمين واليسار وبعدها الرسول اللي تثبت عشان قبيلة أسلم لا جيتها غير قريش فالرسول خشى أن الرجل يتهم نفسه بالباطل قاعد يقوله لعلك 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 لغا ما قاله في الآخر أتدري ما زينة فقاله نعم أن يفعل الرجل فيه كذا مثل ما أهله المهم أمر الرسول بإقامة الحد عليه شباء عظمة الإسلام